مكملين مع كورس كتابة المحتوى مجاناً بالتفصيل على قناة محتوى احترافي والنهاردة هنتكلم عن الكلمات المفتاحية وازاي نستخرجها باستخدام بعض أدوات الزكاء الاصطناعي اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن قواعد السيو وازاي تكتب مقالة متوافقة مع قواعد السيو علشان ترتب ضمن نتائج البحث الأولى على محرك البحث وقولنا هناخد جوجل كمثال لمحركات البحث لأنه الأشمل واللي واخد الحصة السوقية الأكبر مقارنة بباقي محركات البحث والخوارزميات تقريباً هي هي النهاردة هنتكلم في ايه مع بعض هنعرف يعني ايه كلمات مفتاحية أنواع الكلمات المفتاحية أماكن ونسب توزيع الكلمات المفتاحية وازاي نكتب مقالة يعني ايه كلمات مفتاحية بمنتهى البساطة الكلمات المفتاحية هي الكلمات اللي الناس بتدور عليها على محرك البحث الكلمات اللي الناس بتدور عليها على جهل يعني مواضيع معينة دخلين يدوروا عليها وبيكتبوها عند علامة البحث دي الكلمات المفتاحية يعني لازم لما تكتب محتوى تراعي وجود وتوزيع الكلمات المفتاحية سواء كانت الكلمة المفتاحية الرئيسية أو الكلمات المفتاحية القرعية اللي الناس بتدور عليها عشان المحتوى بتاعك أو المقالة بتاعتك أو الموقع عامةً يظهر ضمن نتائج البحث ويرتب ضمن نتائج البحث الأولى ده معناه إن الكلمات المفتاحية لها أنواع هنقسمها تأسمتين كلمات مفتاحية رئيسية وكلمات مفتاحية فرعية كمان كلمات مفتاحية طويلة وكلمات مفتاحية قصيرة الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية الكلمة المفتاحية الرئيسية دي بتكون كلمة واحدة في المقال في المقالة بتاعتك الكلمة المفتاحية الرئيسية بيديهلك العميل أو مديرك المباشر الكلمة المفتاحية الرئيسية بيكون عدد مرات تكرارها من نصف لتنين في المية على حسب عدد كلمات المقالة الكلمة المفتاحية الرئيسية في الغالب أنت مش بتستخرجها طالما انت مش صاحب الموقع او المدونة ولكن بيدهلك العميل او مديرك المباشر وبتكون على حسب اللي انت بتكتب فيه سواء موقع او مدونة على حسب الترند على حسب هو مجدول او هيجدول مواضيع معينة في وقت معين فبيكون هو بيختار يعني الكلمة المفتاحية الرئيسية وفقا لبعض المعايير فما تشغلش بالك بيها الكلمات المفتاحية الفرعية دي في الغالب بتكون مسئوليتك ان انت تستخرج الكلمات المفتاحية الفرعية اللي بتكون متناسبة ومتنسقة مع الكلمة المفتاحية الرئيسية اللي هيديها لك العميل او مديرك المباشر في الشغل سواء كان شغل او تطوع الكلمات المفتاحية الفرعية بتكون في الغالب يا اما انت بتستخرجها او لو كانت شغل في شركة تانية مثلا لان الشركات والعمل طريقة شغلهم بتختلف عميل عن عميل والشركة عن شركة في عميل بيديلك الكلمة المفتاحية الرئيسية والكلمات المفتاحية الفرعية ويقولك اكتب لي عن الموضوع ده وما تزودش كلمات مفتاحية فرعية من عندك لكن انت مطالب انك تزبط هيكلة المقالة هيكلة المقالة دي انت هتزبطها ازاي لو هو مش مديلك الهيكلة هتكتب الكلمة المفتاحية الرئيسية في نتائج البحث وتشوف هيكلة اول تلات نتائج هتظبط هيكلة متنسقة من الثلاث نتائج اللي ظهروا لك في البحث عميل تاني ممكن يدي لك الكلمة المفتاحية الرئيسية وهيكلة المقالة ويقول لك طلع لي الكلمات المفتاحية الفرعية المتناسبة مع الكلمة المفتاحية الرئيسية دي واكتب المقالة بناء على هيكلة اللي أنا مديها لك فاستخرج الكلمات المفتاحية الفرعية ووزعها بطريقة متناسبة ومتنسقة في المقالة كلها هي والكلمة المفتاحية الرئيسية الكلمات المفتاحية الطويلة والكلمات المفتاحية القصيرة الكلمات المفتاحية القصيرة بتكون من كلمة إلى تنين ومش بتكون دقيقة المنافسة عليها بتكون شديدة جدا الكلمات المفتاحية الطويلة بتكون أكتر من كلمتين وبتكون ادق عشان كده بيفضل ان انت تختارها سواء كانت الكلمات المفتاحية الفرعية اللي انت بتختارها ككاتب محتوى او اللي بديها لك العميل يفضل انها تكون طويلة لانها بتكون اكتر دقاء زي ايه؟ زي الاكتئاب دي كلمة مفتاحية قصيرة سواء كانت رئيسية او فرعية حاجة تانية وفي الغرب طبعا بتكون رئيسية طويلة الاكتئاب لدى كبار السن تمام؟ دي الفرق بين الكلمة المفتاحية الطويلة والقصيرة شفنا مثال على نفس الموضوع الاكتئاب والاكتئاب لكن هنا انا في الاكتئاب لدى كبار السن هتصصت وبقيد اكثر دقة انا هتكلم اه هقول تعريف عن الاكتئاب وبعدين هبدأ اتكلم وهيكل المقالة بتاعتي عن الاكتئاب لدى كبار السن بالاسئلة الشائعة اللي تخص الحوار ده فانا وقفت عند الاكتئاب لدى كبار السن فانا لازم المحتوى بتاعي يكون قيم ومفيد للقارئ اللي داخل يدور عن الاكتئاب لدى كبار السن طيب يا دره ايه اماكن ونسب توزيع الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية طبعا الكلمات المفتاحية احنا قلنا الكلمة المفتاحية الرئيسية بتكون واحدة في المقالة والفرعية حسب العميد لو هو هيديها لك او لو مش هيديها لك فانت بتختارها وبتكون لو المقالة الف كلمة بتكون ممكن من ثلاث لاربع كلمات فرعية كويسين قوي وتكرارهم بيكون من مرة لمرتين في المقالة كلها بتوجد توجد 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 توج الكلمة المفتاحية رئيسية زي ما قلنا بنوزعها بنسبة مص لتنين في المية من المقالة يعني لو مقالتك ألف كلمة يبقى من خمس مرات لعشرين مرة الكلمات المفتاحية الفراعية لو مقالتك ألف كلمة توزعها من مرة لمرتين نسبة توزيعها من مرة لمرتين حلوين قوي نركز انه عدد الكلمات المفتاحية المستخدمة غير عدد مرات تكرارها لأنه كتير بيتلخبط بين عدد الكلمات المفتاحية الفراعية وعدد مرات تكرارها احنا قلنا عدد الكلمات المفتاحية الفراعية لو المقالة ألف كلمة والعميل مش مديلك الكلمات المفتاحية الفراعية بتكون من 3 ل4 كلمات مفتاحية فراعية أما توزيعها نسبة توزيعها أو مرات تكرارها عدد مرات تكرارها بتكون لو المقالة ألف كلمة بتكرارها من مرة لمرتين سواء كانت وص القطع عادي اللي انت بتكتبها أو في عنوين فرعية على حسب هيكلة المقالة وعلى حسب طريقة كتابتك والمعلومات اللي انت هتقدمها ازاي عما ليه نقول الكلمات المفتاحية فرعية والكلمات المفتاحية الرئيسية طيب انا ازاي استخرج كلمات مفتاحية فرعية انا جيت هنا على جوجل عادي وكتبت لو انا مثلا هستخرج عن الاكتئاب كتبت كلمة الاكتئاب انا كتبتها بالكامل عشان الحركة دي الاكتئاب لدى كبار السن الاكتئاب السريل الاكتئاب الحادي الاكتئاب الموسمي كل دي كلمات مفتاحية فرعية ادرجها في المقالة بتاعتي انا كده في السرش العادي ادي اول طريقة ان انا استخرج بها الكلمات المفتاحية الفرعية انا لما ضغط انتر هيدخلني جوه هشوف بقى الاسئلة الشائعة لازم تدرك في مقالتك في الاخر الاسئلة الشائعة او الاسئلة الاخرى دي بمثابة كلمات مفتاحية فرعية جبارة يعني ممتازة لانه دي ناس دخلة وتكتب السؤال بنفس هيئته وصغته حتى لو التطقيق اللغة والتاع مش مزبوط لا تكتبه كده زي ما هو لانه اللي داخل يدور تكتب السؤال كده تكتبه في اخر المقالة وتجاوب عليه الطريقة توضح للي داخل الاجابة بمنتهى السهولة يبقى دي كلمات برضو مفتاحية فرعية هندرجها في الاسئلة الشائعة هتلاقي تاني او هتلاقي الفيديوهات او كده فيديوهات مشابهة دي كلمات مفتاحية فرعية ركزتوا هنا في كلمة اعراض الاكتئاب اعراض الاكتئاب هنا مكتوبة من غير همزة لما انت تستخرج اعراض الاكتئاب اللي هي مكتوبة من غير همزة لو ما نبقتش مديرك المباشر او العميل ان دي كلمة مفتاحية وفرعية هيطلعها لك خطأ في التطقيق اللغوي هيقولك انت مراجعتش المقالة ليه قبل ما تسلمها لا نبهوا ان دي كلمة مفتاحية وفرعية فانت لازم تدرجها بنفس الهيئة علشان اللي داخل يدور داخل يدور كده يبقى انا دلوقتي شوفت ثلاث حاجات في سيرش جوجل العادي السيرش العادي الفيديوهات المشابقة او ريليت السيرش والاسئلة الشائعة دي ثلاث طرق للكلمات المفتاحية الفرعية كمان تاني انا ممكن اجيب ادات زكاية اصطناعي اسمها احرف ادات زكاية اصطناعي ممتازة بتساعدني في اني الاقي الكلمات المفتاحية الفرعية اللي انا بدور عليها طبعا اول حاجة لازم اعملها البلد انا مثلا هكتب لمصر الموقع ده او المدونة دي في مصر فانا لازم اول حاجة اغير اغير البلد هنا طبعا احنا هناخد في مصر هنكتب هنا الاكتئاب تقريبا كل الادوات الزكاية الاصطناعي نفس الطريقة هيبدأ بقى هو يدور ويحلل ويجيب لي الكلمات المفتاحية الفرعية يا سلام بصوا اعراض الاكتئاب يبقى دي بقى كلمة مفتاحية وفرعية احنا هناخدها و احنا مغمضين بنفس هيئتها برضو ما فيهاش همزة هنا برضو قدل اكبصوا ده حجم السيرش عالك كلمات سبعتاشر الف سبعة ونص ستة آآ ستة آآ تمامية وهكزا تمام ادي كلمات مفتاحية فرعية ناخد حاجة تاني زي مثلاً آنسرز بابليك هنكتب هنا الاكتئاب ده حاجة جديدة فيه في احنا نفس الطريقة بندخل نشوف البلد ونستخرج هو هيستخرج للنتائج ومنتهي السهولة بيحلل بيحلل بياخد وقت مش مشكلة نبصوا هناخد قد الاكتئاب السريل الاكتئاب لحد لو تفكروا نفس الكلمات المفتاحية الفرعية اللي طلعناها من جوجل من شوية هناخد الكلمات المفتاحية الفرعية اللي عندها اللون الأورنج الداكن لون البرتقان الداكن خصوا ونحاول يعني ما نروحش عند اللون اللي هو الالباهة قوي ده لا خلينا في اول مثلاً ثلاث حلوين قوي حلوين قوي لو لاحظنا ان الاكتئاب السريلي والحد مكررين معان يبقى احنا كده ممكن طلعنا اعراض الاكتئاب الاكتئاب السريل الاكتئاب الحاج ثلاث كلمات مفتاحية فرعية لو انت هتكتب عن الاكتئاب قد طلعنا مع بعض بمنتهى السهولة باستخدام خمس طرق اول حاجة سيرش جوجل العادي تاني حاجة لما دخلنا من جوه الاسئلة الشائعة ثم ريليتد سيرش بعد كده استخدمنا اداتين من ادوات الزكاية الاصطناعي اللي هي احرم وانسر سبوبلي بمنتهى السهولة انت ممكن تستخرج الكلمات المفتاحية الفرعية انت ازاي تبدأ تكتب مقالة طبعا احنا قلنا بقى من المحاضرات اللي فاتت ازاي تكتب وبقى لقواعد السيو ازاي دلوقتي قلنا تستخرج الكلمات المفتاحية وعرفنا انواعها وطرق استخراجها باستخدام ادوات الزكاية الاصطناعي وسيرش جوجل العادي طب انت اصلا هتبدأ تكتب ازاي اي حد بيعمل اي شغل لازم يعمله بطريقة منظمة في صورة خطوات علشان الشغل ده يطلع مظبوط ويطلع على نحو الاحترافي وده اللي احنا عايزين كلنا نوصل ليه يعني مش هنسلم شغل عشوائي يطلع بطريقة عشوائية فمش هيكون مظبوط مش هيكون دقيق هتلاقي اخطاء كتير قوي هتلاقي خصم من العميل لانه العملة بتدور ليك على الاخطاء علشان كل خطأ مقابل خصم مادي على حسب الخطأ نوعه ايه خطأ كبير ولا خطأ صغير ديمينج اللي هو مستشار الادارة الشهير عمل حاجة اسمها ديمينج سايكل بدكا ايه رأيكم احنا هناخد نطبق الخطة دي او نطبق الطريقة دي في ان احنا نكتب بدكا بلان دو تشيك اكت اربع خطوات اول حاجة التخطيط للكتابة التخطيط للكتابة بيبدأ معايا من فكرة المقالة اللي هي الكلمة المفتاحية الرئيسية واحنا قلنا هيبقى مدهالنا العميد او مديرك المباشر بعد كده الكلمات المفتاحية الفرعية انت زي تستخرجها لو ها مش مدهالك بعد كده الهيكلة هيكلة المقال هتشوف اول تلات نتائج من البحث عادي هتكتب كلمة المفتاحية الرئيسية على سيرش جوجل اول تلات نتائج هتزبط الهيكلة بتاعتك تمام؟ بعد كده انت كل ده بتخطط للكتابة بتاعتك هتشوف المصادر اللي انت هتكتب منها هتكتب من مصادر ايه؟ طبعا والاكيد واللي بنأكد عليه واللي بنكرره لازم تكتب من مصادر اجنبية بتكون موثوقة بتكون معلوماتها قيمة جدا تترجمها ترجمة غير حرفية وتكتب مقالتك منها انت كده بتخطط للمقالة وشوف طبعا لو هتضيف صور لو هتضيف انفو جرافيك لو هتضيف فيديوهات لو العميل طلب منك كده تاني مرحلة دو اللي هو انت بقى هتبدأ تكتب هتبدأ تكتب يعني هتشوف اجزاء المقالة المقالة بتاعتي مكونة من ايه؟ فيه عندنا العنوان الرئيس اللي هو اتش وان وفيه عندنا عنوان السيو وفيه عندنا الميتا ديسكريبشن اللي هو الوصف اللي بيظهر على المقالة من برعة في السيرج عملة كتير مش بتطلب منك عنوان السيو والميتا ديسكريبشن اللي هو الوصف اللي بيظهر على المقالة برعة في السيرج لكن احنا هنهيكل المقالة من جوه زي اغلب العملة المقالة بتتكون اجزاءها من العنوان الرئيسي اللي هو اتش وان بعد كده مقدمة بتكون مية وستين عشر يفضل انك تبدأها باول سطر منها على الاقل بالكلمة المفتاحية الرئيسية وتتكى على البين بوينت عند القارئ نقطة الالم الحتة اللي هو داخل يدور على ايجابتها او داخل يدور على معلومات عنها بعد كده هتندرج العنوان القرعية اللي هي اتش تو لو كان تحتها اتش ثري او اتش فور الى ان تنتهي من المقالة بتاعتك وفقا للهيكلة اللي انت اخترتها او اللي انت هتكتب مقالتك عليها بعد كده الاسئلة الشائعة بعد كده المصادر وتمام كده انت خلصت مقالتك هتسلمها لا طبعا لازم تعمل تشك لازم تعمل المراجعة لازم تراجع مقالتك تدقق مقالتك لغويا التدقيق اللغبي والصياغة مهمين جدا لان هما اللي بيظهروا جودة المحتوى خلصت مقالتك ورجعتها وعملت التدقيق اللغوي والصياغة وكل حاجة هتسلمها برضو لا يا اما تقفل اللاب بتاعك وتفتحه بعض نص ساعة او تخلي حد عندك يقرأ المقالة او تقفل اللاب بتاعك وتيجي تاني يوم قبل ما تسلم المقالة تقرأها تاني علشان تبدأ تشوفها بعين القارق لما بتشوف المقالة بعين القارق انت بتشوف حاجات لا ممكن تعد صياغتها تاني لا ممكن توصلها بطريقة ابسط لقارق ونفس طيمة المعلومات فانت بالتالي خلاص رجعت كويس جدا دققت لغوية صياغة تمام هتبدأ تسلم شغلك للعميل لما بنيجي نسلم شغلنا للعميل احنا مبدئيا بيكون فيه اتفاق عن الديدلاين الديدلاين اللي هو اخر معادلي مسموح لك انك تسلم الشغل ممكن عميلي يديلك للمقالة 3 ايام الف كلمة ممكن عميلي يديلك 5 لو عميلي يديلك 5 ايام يبقى انت هتقلم نفسك على ددلاين 3 ايام ليه ممكن لا قدر الله يحصل عندك ظهر ممكن تتعب ممكن 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 احتمالات كتيرة جدا وكمان لازم تسيب لنفسك وقت للمراجعة لما بتسلم الشغل للعميل قبل الديدلاين بتاعه ويكون جودته عالية انت كده بالبلدي بتكسب بنت عند العميل لا انت كده مكمل شغل معايا انت بتسلمني قبل الوقت وبتسلمني مقالة احترافية ممكن بالتدريج كمان يزود لك العائد بتاعك او الفلوس بتاعتك بمعنى اصحة كمان ممكن يرشحك للشغل مع عميل تاني طالما انت ده مش هيأثر في جودة المحتوى اللي انت بتقدمه له فده انت كده بتعمل او بتشتغل وانت مش واخد بالك على البرسونال براندين بتاعتك انت بتسوى لنفسك عن طريق الماث ماركتينج ان عميل يقول لعميل وعميل يقول لعميل فعلشان كده دايما بقول جودة شغلك هي المتحدث الرسمي عنك حاول تسمع لو دي كانت اول محاضرة تسمعها معانا في كورس كتابة المحتوى على قناة المحتوى احترافي حاول تسمع المحاضرتين اللي قبل كده المحاضرة اللي جاية ان شاء الله باذن الله هنتكلم بطريقة عملية ازاي ننصق مقالة بالكامل على جوجل دوكس المحاضرة اللي جاية عملية بالكامل ازاي نضيف الروابط الداخلية والخارجية ازاي ننصق الاش وان والاش تو والاش تري وكل الانواع العنوين والخط ازاي ننزبطه كل ده هنعرفه بطريقة عملية بتنصيق مقالة كاملة على جوجل دوكس اتمنى تكونوا استفدتموا في محاضرة النهاردة عارفنا نستخرج الكلمات المفتاحية الفرعية اتمنى تبدأوا تكتبوا مقالة واشوفكم على خير المحاضرة اللي جاية ان شاء الله وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة